حياكم الله مشاهدين الكرام وتابعي قناة اليام الفضايا وحلقة جديدة من برنامج الوسم أنا كرار حباب فاصل قصير وفقرة فيس توفيس خليكم ويانا لحد يروح بعيد أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة فيس توفيس حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم ولا مواضعنا ولا ترنداتنا في هذه الفقرة موضوع مهم جدا دائما ما نتحدث به ألا وهو موضوع الدينار والدولار البعض عنده كثير من الآراء بهذا الموضوع موضوع اللي اكو ناس بتاخذ دولار تشتري من البنك المركزي بسعر مية وثيون أو ثلاثة وثلاثة ما عرف وجد السعر اللي يبيعه بالتحديث هو بهذا الحدود تشتري الدولار بهذا السعر منهم أصحاب المعارض أصحاب المحلات التجارية المواضي الغذائية كل الشغلات كل التجار وأصحاب الشركات يشترون من البنك المركزي بسعر مية وثيون وثلاثة وثلاثين دولار من يجون يبيعون حاجياتهم يا سعر يبيعوها؟ يبيعوها على الدولار اللي سعره بسعر البورصة أو الأسواق اللي هو مية وثمانية واربعين ألف سعر ليش؟ من ضمنهم أصحاب المعارض خير مثال أصحاب المعارض أصحاب المعارض يرحون يشترون من الدولة بسعر مية وثيون وثلاثين ويجون يبيعون للمواطن السيارات مثلا بسعر مية وثمانية واربعين وغير أصحاب الأجهزة الكهربائية مثلا تروح السيري كرادة خارج تريد تشتري لك مثلا فلاجة تريد تشتري لك سبلة تريد تشتري لك مبردة مجمدة شا تريد تشتري؟ تروح راح يقول لك أبيع بالدولار روح جيب لي دولار زين ياابة خل أنطيك بالعراقي زين يقول لك لا إذا تطيني بالعراقي تطيني بسعر مية وثمانية واربعين هاي شنو هاي هاي شنو هاي أنت ما أخذ من الدولة ومشتري على مية وثين وثلاثين تروح تبيع غراضك بمية وثمانية واربعين الحكومة سوت بعد هذا الإجراءات وبعد ما شافت هذا الوضع اللي يزاد عن حده بدأوا يسوون إلقاء قبض وبدأوا يحاسبون وإحنا أيضا شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي حتى بالقنوات يعني لحد الآن يمكن 300 شخص صاحب شركة أو صاحب محل تجاري أو صاحب معرض سيارات تملقاء القبض علي ومحاسبته لأن القانون واضح وصريح لذلك الحكومة ووزارة الداخلية نزلت قرار طبعا حتى البونج المركزي شروطة واضحة وصريحة أنت آني أخذ راتبي بدي نار ليش من أرد يشتري حاج يشتريها بالدولار هو يقدموا تسهيلات كبنج مركزي كدولة سعر صرف خفضوا لك سعر الصرف وخلوه بسعر مناسب أنت تجي تبيع بالدولار ويا دولار من هنا أبو 148 أنت هي تزيد الأزمة أنت تتقبب الذبانزين على النار فوق ما هي أزمة والدولة تحاول تلزق بيها أنت تجي لا والله روح تجيب لي دولار أوكي أعطيك فلوس عراقي وتعادل الدولار بس ليش تبيع ليها على 148 ليش ليش بو 132 وهذا الموضوع يشمل لك الصيرفات المعارض مع السيارات محلات الأجهزة الكهربائية كل الشركات زين يمكن حتى بعد بس المطاعم تطبيق لك والله حاسبني بالدولار يابا شن السالفة شن القضية غير نفتهم ماكو يش موضوع يعني لذلك الدولة ووزارة الداخلية نزلت قرار هسا رح نشوف وحن القرار هو يلزم أصحاب وزارة الداخلية تبلغ أصحاب معارض السيارات والمراكز التجارية التعامل بالدينار بدل الدولار وتحذر المخالفين بملاحقات قضائية وبالفعل اللي ملتزم بهذا القرار تم القاء القبض عليه وغلق شركته أو معرضه أو محله وأنا كرأيي شخصي ككرار أقول لكم حيلو أبو زايد أنت اليوم المواطن شنو ذنبه يستلم راتبة من الدولة بالدينار العراقي يريد يجي يشتري لها مجمدة يشتري لها سيارة يشتري لها ثلاجة يشتري لها غراض شي والله أنا بيع بالدولار لا أو إحنا شفناهم شفناهم طب مجموعة في وزارة الداخلية سوت يعني كبسة عليهم ماكو بيشت بيع والله ها بالدولار زين يا دولار قال له منهم قال له بالدولار سعر البنك المركزي قال له يعني هس أنا إذا أشتري منك هذا المحل اللي بي كله تبيع ليه على 132 قال له أي مع العلم هو شنو هو قبل هجا مواطن دزو وقال له وروح عاملنا على هذا الشي طب ويعامل قال له والله بالدولار بيش يابه على 148 الله أكبر الله أكبر تجار الأزمات تستفادون من من الشعب المسكين بكل طريقة لك مو هي الدولة جاي تبيع لك 132 شو تسوي لك بعد أنت تروح تبيع على 48 و 47 و 50 وذا صار 60 تبيع 60 الله هذا هاي هاي النماذج هاي شين تحكيوا ياهم لذلك هذا القرار هو أفضل قرار تتخذ الدولة ووزارة الداخلية هي انبلغ بي من زمان وهس بلغ التبليغ آخر وألقت القبض على مجموعة وصل عددهم إلى 300 شخص من أصحاب الشركات والمحال التجاري والمعارض السيارات ألزمتهم أنه يتعاملون بالدينار العراقي وليس الدولار يشترب 132 ويبيع على 148 بالغراض هاي شنان تقول معارض السيارات اشترت السيارات بالدولار ورح يعادلها بالدينار السؤال على أي سعر صرف للدولار رح تتعامل على 135 ألف الرسمي لو 148 ألف بالبورصة أو 132 هو 132 أعتقد فهو المفروض على 132 هذا التوضيح مجتبة يقول هذا الصح المفروض المرور ما يوافقون وما يمشون أي عقد لبيع سيارة بالدولار كل الدول بالعالم يبيعون ويشترون سياراتهم في عملة البلد بس إحنا اتفقوا براء يقول أفضل قرار خطوة جيدة لانتعاشة الدينار أما غيث عنده رأي يقول هو مشتريها بالدولار عادي يضربها ب148 ويأخذ من العالم عراقي الإنجاز وين بهذا ما يعرف الحكومة اجراءاتها تخرب ضحك أصلا الموضوع رح يصير بالعكس رح يزيد الطلب على الدولار لأن التاجر رح يحتاج دولار يستورد أكثر لا هو هو مو الحكومة وانت ما نفتهم الموضوع فتعليقك سهر يخرب ضحك أساني غيث علي رح أوضح لك أكثر ينطون لأصحاب الشركات والمعارض ودولار من الدولة ب132 وعلى هذا الأساس يرحون يستوردون سيارات وغراض أجهزة معرف شنو على 132 بس بنيجي يريد يبيع للمواطن يبيع بسعر 148 فهس من اللي يخرب ضحك يا غيث من اللي يستحقي تعاقب من اللي يستحقي طبل السجن آخر تعليق من سجاد يقول أحسن وأفضل قرار وإذا تم تطبيقه سوف ترجع قيمة الدينار العراقي في السوق يعني وقز سوف تعود قيمة الدينار العراقي هذا كان أول موضوع وأول الترند في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا القنوات الأخبارية وموضوع الدينار من الدولار موضوعنا الثاني هو أيضا موضوع مهم ويوميا نحكي به ويوميا نتحدث لحد ما أنا تعبت بس بس صار الموضوع شوية زاد عن حد وصلنا مرحلة شنو يا به وصلنا مرحلة للمحاضرين المجانيين شي سوون وأصحاب يعني العقود والأجور اليومية يحرقون التائرات ويسدون الطريق والله على شنو يطالبون بتعيناتهم طبعا إحنا هاي الفئة من الناس فئة محترمة فئة مثقفة أكيد هذا الموضوع ما يشمل الكل ولكن البعض التخريب مو حلو أنت تقطع شارع مو حلو أنت من حقك تظاهر ومن حقك تطالب بحقوقك حقوقك اللي كفلها إليك الدستور ولكن بطرق سليمة سلمية حضارية محترمة ما تأثر على بقية الناس اليوم أنت تريد تحارب على رزقك الثاني هم يريد يحارب على رزقك بس أنت ليش تقطع علي الطريق كناس عندهم امتحانات ناس عندهم مواد غذائية يردوني فوتوغة ناس عندهم مرضية ناس كل شيء والدنيا حارة وفوق هذا الضيم كلتا تجي تقطع الطريق أخصص لي مكان أظهر بي ومتحدث يحكي ويسولي ويوصل صوتني أسوي لي هاشتاقات بالمواقع التواصل الاجتماعي وعليكم الله كم هاشتاق بهاشتاق كم تريند ما طلعنا وعرضنا وناشدنا لكم كم واحد وإحنا داع من لكم وإن شاء الله تثبتون بس مو بهاي الطريقة الطريقة اللي جاي تسووها من حرق إطارات وغلق الشوارع هذا الطريقة مو معيبة يعني شفناها صارت بأكثر من مكان هذا أذية للناس الآخرين يعني أنت فئة المحاضرين المجانيين فئة محترمة ومثقفة ودارسة وتعبانة على نفسها لا وأنت مو ما متعين أنت بعدك أجر يومي أو عقد أنت طالب على الملاك الدائم يعني أنت جاي تشتغل وجاي تجيك وارد مزين وأكيد مية بالمية ما راح يبقى هذا الحال بس ما مالك طريق أهو غيركم صار وطلعوا مظاهرات وكل ويد واحترام وهذا وصحاب الشهادات وشفناهم كلهم وتعينوا ليش بس أنتوا كل أصحاب العقود والأجور اليومية بكل الوزارات تعينوا بس مثل ما تعرفون الموضوع الراد لصبر وتخطيط الموضوع مو بيوم وليلي أكو موازنة وأكو ميزانية وأكو فائض وأكو هاي الأمور وكل اللي إحنا ممكن ما نعرفها مزين وهواية جاي يسوون قرارات قانون الضمان الاجتماعي وغيره وغيره فإحنا شو نقول إحنا نقول على مود يعني ما تطلعون بمنظر مو حلو التظاهر الريدة سلمي الريدة مفرح تطلع تظاهر تحكي حقك تطالب كل أنت حر وتعكي الصورة عن طبقتك عن الناس اللي وياك تعكي الصورة حضارية حلوة خلي نشوف الموضوع تفاصيله وحتى تشوفون ليش أنا ضايج اليوم مثل ما تشوفون حرك تايرات حرك تايرات قطع الطريق مظاهرات أمام وشنو هذا الطريق هذا طريق دولي يعني طريق دولي يعني مو تقول مو تقول فرع دربونه حتى واحد يفتر ويروح يطب من غيرها لا هذا طريق دولي مثل ما تشوفون صور مؤلمة أتمنى منعدهم هم أخوتنا وأصدقائنا ويا رب تتعينون تثبتون على الملاك الدائم ورواتبكم تصير عالية وتعزمون على أي واحد محاضر يتثبت على الملاك الدائم وما يعزمنا نتخارب نظل وراكم وراكم إن شاء الله راتبكم يزيد وتشتغلون وتفرعون عوائلكم بس الشغلة الوحيدة اللي نطلبها مو بهاي الطريقة لأنها بيها قطع أرزاق لهواي ناس بيها أذية تصور واحد مريض جاي ينقلوه للمستشفى بإسعاث أو أهلة أو مريض وحالة حرجة هنا هاي الحالة إذا خسرنا نروحها والله ندر بكم أنتم ترضوها ولا قصدكم هيشي أنتم من غير قصد تردون الناس تردون يعني لفت الأنظار زيت توصلون صوتكم ممكن تخطأون بهيش أخطاء فلذلك نطالب وأيضا نطالب الجهات المختصة بالنظر لهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لأنه هاي الشريحة مهمة جدا وهذا حقهم ولازم واحد مسؤول أو الوزارات المعنية يشوف من المسؤول يروح ويلتفت لهم ويحكوا ياهم ويقولهم يا بي يعني يعني أنتم وضحوا لهم قلوا لهم يا بي هاي السنة منقدر نعينكم والسنة الجاية نقدر ما ح crus قلوا لهم يا بي هذا الشهر ما نقدر والشهر الجاية ممكن نقدر طبيعي الموضوع زين طبيعي الموضوع أروح أصارحهم ليش أخليهم هاي كيومية متظاهرين لو طالعين أروح أصارحا يا بي عبي على الميزانية السنة الجاية أنتو تثبتون خلي نشوف التعليقات حول هذا الموضوع عباس يقول شنو ذن بالعالم طالعة تروح البغداد البصرة اللي عده مريضه اللي عده شغل بطل هاي الحالة قطع الطرق روح تظاهر بباب المسؤولة أو بباب الدائرة أو التربية فعلا يقول شنو ذن بالعالم حاتم يقول حقهم إذا وزيرة المالية تصرح الموازن 48 تريليون وما بها عجز لعدمة عينون العالم المن تردوها حسب الله ونعمل وكي حس الوزيرة صرحت بيوموا اليلة يثبتون بيوموا اليلة غيركوا جراءات غيركوا أمور يا حاتم تعليق من حسين يقول انطينا الحكومة المحلية والمركزية مهلة 24 ساعة فقط وإلا يكون التصعيد والنفير الآن في محافظة ديوانية وشل حركة الخط السريع المرتبط بجميع المحافظات واعتصام مفتوح يا أبو علاوي حسنا نقول حقك وقلبك محترق وتريد تثبت بس مو بهاي الطريقة وإن شاء الله تثبت وتتعين ويزيد رأيك بس مو بهاي الطريقة يا حبيبي هاي طريقة غير حضارية هاي كأنما البلد لا بقانون ولا بعناصر أمية ولا 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 شو أتحدد وأفتح وأقطع الطريق وأسوي وأسوي هاي طريقة ما تليق بيكم وانتو انتو كشريحة مهمة انتو اللي راح تخرجون أجيال مهمة تقود هذا البلد ما تليق بيكم الطريقة قبل ما تليق بالآخرين يعني باشر أقبط طالب يعني شو تقل له حرق التائرات حتى تعينت هم زحمة مثلنا يقول محاضر ويسوي أعمال تخريب للممتلكات العامة نحن في قمة الروح شوف شوف حسين وشوف كلام مثلنا مثلنا مواطن عادي وانت مواطن عادي شوف مثلنا شي يقول يقول محاضر ويسوي أعمال تخريب محاضر فأتمنى حسين تعرف انه هذا الموضوع خطأ آخر تعليق يقول مقروده السريع الدولي ابكل عزل طامة ونقطة ثانية هل تربية المحافظة متضررة من قطع الطريق لعب الله تربية ما متضررة الناس الفقرة منضررين هذا كان ترند ثاني في مواقع التواصل الاجتماعي في حلقتنا لهذا اليوم اللي هو موضوع المحاضرين المجانيين ويردون يتثبتون على الملاك الدائم وهذا الموضوع مثل ما تعرفون موضوع مهم جدا ووضعنا الثالث في هذه الفقرة شوي يراد لصفنة يراد لكلام القرار شنو؟ خلسوا لكم القرار القرار يقول محافظ صلاح الدين شي يقول يصدر تعميما بمنع فيه الموظفين من ارتداء البنطال الضيق وأجلكم الله الحذاء بدون جوارب البنطال الضيق وأجلكم الله الحذاء بدون جوارب أولا يمكن أنا ذا موظف أول واحد بس أنا ألبس يعني بس يعني شسه ويلا أكو شغلات لازم نعرفها كل دوائر أكو زي رسمي للدائرة أكو زي رسمي للدائرة أنت لازم تلبس هذا زي الرسمي زين أكو دوائر تلزم موظفيها أو العاملين بيها أنه يلبسون سترة زي رسمي قماش بانطرون قماش وقميص قماش أو سترة أو أو وأكو دوائر طبيعية مثلا تلبس لك بانطرون أجلكم الله حذاء وقميص أو تي شيرت زين هسه مثلا مثال وزارة الخارجية زين ممنوع اللي تلبس بدلة قاطع زين وياها رابطة وهذا وزارة الخارجية واجهة حلوة زين واجهة مهمة للبلد ومثلا دوائر أخرى مثلا البلدية غير هاي الدوائر ما كل المجلس البلدي هذا زين هذول يلبسون بنطرون قميص أو تي شيرت وأجلكم الله حذاء وفضت راحت زين فأولا نازم إحنا شنو نلتزم بازاي الرسمي مال الدائرة ثانيا يا أخي يعني هي شنو أكو ناس تلبس أجلكم الله يعني جواري بس هاي الصغيرة ما تطلع ما تبين زين واكو يصحولها قدم واكو ناس يا حبيبي أنت جاي بدائرة رسمية وأنت موظف ألبس زي حلو مرتب ألبس حلو مرتب وأطلع أروه للدوام زين تأكو الصورة حلوة بنفس الوقت تأكو رأي شي يقول لك يقول لك والله هذا حرية شخصية ما تتحكموا بلبسي ما تتحكموا ما عرف شنو لا إذا أكو ضوابط في هذه الدارة وخصوصا دوار الحكومية بها ضوابط إذا أكو ضوابط غصبا ما عليك وعليك مراجع ألتزم بيه إذا ماكو ضوابط فإذن نرتدي الزي الرسمي تيشيرت قميص بانطرون أجلكم الله حذاء هو هذا المطلوب خليشوف القرار وردوا دفعا للناس شنو كانت هذا هو القرار محافظ صلاح الدين يزر تعميما يمنع فيه الموظفين من ارتداء البنطال الضيق والحذاء بدون جوارب أجلكم الله هذا هو الكتاب تبليغ يعني الموظفين الالتزام بالزي الرسمي أثناء وقات الدوام الرسمي ومنع من عنبات تندخول أي موظف إلى مبنى المحافظة في حال ارتداءه الملابس المخالفة مثل البنطال الضيق أو أجلكم الله الحذاء بدون جوارب الاتخاذ ما يلزم والعمل اسماعيل خضير اللوب محافظ صلاح الدين هذا هو نص القرار أو الكتاب خلي شوف تعليقات الناس طبعا هنا التعليقات رح يكون قسم معه قسم ضد قسم شعريا لكنه يعارض كافة القوانين الاجتماعية ما من حقك تفرض على المواطن لبسه إذا ما تعارض إذا ما تعارض مع الزي الرسمي للمؤسسة الحكومية ما هو فعلا ما طول مؤسسة حكومية فيه يتعارض يا حيدر حيدر آخر حيدر الفتلاوي يقول أفضل قرار وبعد ناقصها الإسوار والإقلادة الضار حيدر ضايج من موضوع الإسوار الإسوار اللي يلبس بالإيد والإقلادة يقول هذا يعني لازم أيضا تدخل بهذا القرار أكرم يقول أكرم تعليقه يقول بلط شارع ابن جسر سوي نفق عدل أوقات الدوام سوي شيء يخدم المواطن أقسم باللاس والف مال واحد ما عندي ثقة بنفسه هو اللي يلبس بانطلون ضيق هاي هو كل شخص وتفكيره وعقله ويلبس اللي يعجبه بس المهم ما يخالف الزي الرسمي ولكم ما يصير برأسنا خير لو ألف سنة طريق صلاح الدين اللي ينكر كوك مليان طسات وحفريات وبالشهر عشرات الحوادث لو بيخير كان عدل الشارع أحسن ما مهتم من هاي السؤال فاللي ما تخدم أحد شوف الجزء الثاني من تعليقك الضامن وياكبي الجزء الأول أبعدين ما الضامن وأخالفك الرأي القرار رسمي والدارة حكومية رسمية غصبا ما علي وعليك كمواطن أو كموظف نرتدي الزي الرسمي وندخل أما الثانية ليش هذا الطريق الرابط بين صلاح الدين وكركو كمان بلطوا كل طسات يا محافظ صلاح الدين القدير من تنزل هيك قرار بنفس الوقت لازم تخدم أبناء محافظتك بلط نظف تسوي تبني تعمر يا محافظتك هذا شغل الحكومات المحلية هذا شغلها واضح وصريح هسا أنت أكرم حجة شغلتين قال لك أنا معارض وبالنسبة لقد قال لك هو أبو أروح تسوي ذني فأنت يا محافظت صلاح الدين من تسوي ذني البسيطات تبلط تشيل الطسات وعلى أمور وتتنزل هيك قرار أحد راح يتشوياك آخر تعليق من نور تقول ما شاء الله العراق في تقدم مستمر طبعا إذا ما عندهم شغل بيشيل تهون غير بالناس وخصوصياتهم روحوا بلطوا الشوارع وصلحوا المجاري ووقفوا الفساد الإداري هذا التعليق نفس تعليق أكرم فما أقدر أعيد كلامي نفس كلام أكرم إلى تشيانور هذا شان آخر تعليق وبخصوص هذا الموضوع اللي هو موضوع الزي لا بنترون ضيق ولا حذاء جلكم الله بدون جوار في صلاح الدين بعد قرار محافظ صلاح الدين موضوعنا الرابع في هذه الفقرة هو يعني لازم نحكي بي ونتكلم مقرجنا مذاوي لازم نتكلم بهذا الموضوع بشكل استفيد لأن هاي الدراسات اللي جاي تصير دراسات عليا شهادات تأخذ بدرجات امتياز ووووو في جامعة نينوى النزاهة هيئة النزاهة هيئة النزاهة شمسوية تقول هيئة النزاهة تضبط استاذا في كلية القانون بجامعة نينوى متلبسا بجرم رشوة جيت قدرها خمس ورقات خمس ورقات بس خمسمائة دولار تسلمها من طالبة ماجستير مقابل إنجاز تقرير خاص بدراستها يعني هسة تضحيت بمستقبلك وسمعتك وشهادتك وأسئت لهذا السلك الكبير وشوهت صورتك أمام أطفالك وأمام طلابك وأمام عائلتك وأهلك وقال على موت خمس ورقات خمسمائة دولار وين جامعة نينوى زين زين أدري هي دراسات عليا المفروض طبعا ما احترامي لكل الأساتذة والدكاترة اللي بهاي الجامعات اللي يشتغلون واللي يعملون ما يرضي الله بس أنت جاي بعد هذا الدراسة والتعب تأخذ رشوة من طالبه على موت بحث مدري من التقرير موهب عليك ما تستحي النوب وين بجامعة نينوى يعني معقولة لموصل هاي نينوى المحافظة اللي طبعا ما احترامنا لأهلها اللي هم ما شاء الله خرجته هواي ناس ثلاثة مدر اثنين مليون مدر خمسة مليون تعداد سكان زين ماكو غير هذا الأستاذ يصير بالجامعة وياخذ ياخذ رشوة من الطلاب و الله يعلم كم رشوة برشوة ما اخذ طبعا همينا ايضا شوفوا ييكو موضوع حسان لفت انتباهي وشدني حسان هذا الخبر من جبتي اكو قنوات و اكو مواقع اخبارية هاي ما اكو مواقع الصفراء الاعلام الاصفر ما يطلع ما يطلح ايش شغلات ما يطلح ايش شغلات و الموضوع رغم انه هو ترند زين بس اكو اكو دخلت على مواقع رسمية و قنوات اخبارية ما تاخذيش موضوع لو شغلة مثلا بالجنوب اوه كلها تاخذ كلها سخير مثال انا كبرنامج هسه جبنا خبر من الديوانية قاطعين طريق و حشينا اياهم و جبنا خبر من الموصل من نينو و جاي نحشو اياهم قنوات الاعلام الاصفر بالتحديد على الجنوب و هي ياخذ بس اذا شغله لا اغلق حتى بهاي صارت تفرق هسان جاي جاي بكر من شبتاني ترند هذا الخبر و جبته و جاي نحشي به ما شفت اكو بعض الاعلام الاصفر ما ماخذ مع الاسف قلنشوف الخبر وتفاصيله و ايضا نسولف اكثر جامعة نينو هيئة النزاهة تضبط استاذا في كلية القانون جامعة نينو متلبسا بجرم رشوة 500 دولار تسلمها من طالبة ماجل سيار مقابل انجاز تقرير خاص بدراستها حرامي استاذ حرامي هذا استاذ مرتشي هذا استاذ مرتشي في جامعة نينو استاذ مرتشي عساء لهذا السلك التربوي المميز لحملة الشهادات العليا عساء بهذا قلنشوف التعليقات ماذا كانت فصل الاستاذ من الوظيفة وترقين قيد الطالبة ان لم تكن العقوبة هكذا فسيستمر الانحدار التعليمي والعلمي الى ما لا نهاية هذا تعليق محمد يقول نفسي ضعيفة جدا مع كل العسف وبالمقابل هناك اساتذة اكفاء ارفع من كل العوامل المادية بالفعل يا محمد هناك اساتذة اكفاء ومحترمين ما يدورون هاي الامور ولا يباغون عليها ما اكتفي براتبة وبرزقة بس اكو نمونات نماذج من الاساتذة وحرام نطلق عليهم كلمة نمونة نطلق عليها كلمة نمونة هذا النمونة ياخذ خمس ورقات من طالبة سجاد يقول المفروض تكون التهمة بسبب استغلالها وطلب مبلغ عالي جدا لين اكو ناس تسويها بارخص معقولة سجاد هي شو وصل الحال هناك جامعة نينوة تسويها بارخص المشكلة الشقة كبير والرقعة صغيرا لأنها المشكلة هذا كان سيف يقول يقول ممكن لبس بالموضوع لأن قد تكون اجور نشر وبحث أو غير هننتظر نتاج التحقيق لا هي شوف هي رشوة بس مرات يبوبوها بهذا الموضوع هي رشوة وطلب رشوة الأستاذ دكتور دكتور حسن فهد الأوسي وما خفية كان أعظم للأسف الشديد بعض الأساتذة لم يحافظوا على أمانتهم العلمية وعدد غير قليل من طلبة الدراسات العليا يكتبون بحوث بحوثهم في مكاتب أو عند أساتذة مختصون أو متخصصون وضمير المشرف غائب والمناقشات لا تتعدى المجاملات والتقدير بامتياز هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اللي هو موضوع الرشوة الخمسمائة دولار خمسمائة دولار ياخذ رشوة ولكن ايج قلت نفسك مو عيب علي هذا شكرا موضوعنا الرابع موضوعنا الخامس والأخير في فقرة فيس توفيس اللي هو موضوع أيضا الترنت في السوشال ميديا المحلية والعربية شي يقول هذا الموضوع يقول بالإمارات طبعا هناك ناس راح تستفاد من هذا الموضوع بالإمارات ب مواقع التواصل الاجتماعي الحبس وغرامة نصف مليون درهم لمن يقذف ويسيب عبر الأنترنيت عبر الأنترنيت يعني في مواقع التواصل الاجتماعي يعني أنا اليوم جيت كتبت لي على شخص مثلا طب 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 بالفيسبوك بتويتر باليوتيوب بأي برنامج أجي أسب وأقذف شرح يصر بيه حبس وغرامة نصف مليون درهم بو إذا صارت بالعراق يا ياب إذا صارت بالعراق الدولة يمكن يصير اقتصادها أو ميزانية الدولة راح تصير علىها أكثر من نفط كل ساعة جيب واحد طب طب هيك هيك منه هيك هيك من مدرشينه أو كتب هنا بالسوشال ميديا هنا يكتب طب 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 كتب حيشي خلنا نشوف التعليقات خلنا نشوف التعليقات طبعا هاي مواقع التواصل الاجتماعي هي هاي جيد ما هي زينة جيد ما هي الضر بالناس علي يقول لو طبق هذا القانون بالعراق أصير عندنا ميزانية نشتري المجموعة الشمسية كلها المجموعة الشمسية كلها برمتها هنري يسمي نفسه هنري يقول والله يا أخوي لو يطبق هذا القرار عندنا بالعراق أصير مليار دير من كثر السب اللي بدون سبب أما حسن يقول هذا في كل أمور حياتنا السياسية والرياضية و و و و بعد بعد أن أصبح العراق ديمقراطيا وكما قال المثل الشعبي السفينة من تكثر ملاليحة تغرق السفينة من تكثر ملاليحة وإحنا غرقنا من زمان أما آخر تعليق من بنت المتحتية تقول هذا القرار هذا القرار إذا يتنفذ بالعراق نص الشعب رح يتغرم وراح يدخل للسجن هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع غرامة حبس وغرامة نصف مليون لمن يسب ويقذف في مواقع التواصل الاجتماعي في العمارات أتمنى أن تطبق في العراق مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام فقرة Face to Face فاصل قصر وفقرة TrendTube خليكم ويانا أحد يروح بعيد أهلا بكم وجددا مشاهدين الكرام في فقرة TrendTube الفيديو الأول ترند مواقع التواصل الاجتماعي راح أترككم ويا الفيديو وحتى ذات أردون عندي الكومية مرة واثنين وعشرة وشوفوا كمية الألم خلينا نشوفوا الفيديو ونرجع نسول أنا أريد ببداية من مخرجنا نورس إذا تقدر تقطع الصوت عني لينرد حتش حتش أريد حتش حتش قوي أريد أكو بداخل حتش أريد طلع خلس إليك سؤال أنت اللي ظهرت بالفيديو تقبل أحد يحتش ويا أختك هيش تقبل أحد يحتش ويا بنت كيج تقبل أحد يحتش ويا زوج تكيج بالله الكريم ما تقبل وتعارض وتروح وتجيب وتود وتتعارك بس أنت مبتذل وانت مو أستاذ وانت حرام عليك تصير بهذا السلك التربوي وانت دخيل على هذه المهنة ودخيل على هذا المجتمع زين ولك هي يسمها التربية التربية قبل التعليم التربية والتعليم يعني التربية قبل التعليم بس أنت فاقد وفاقد الشيء لا يعطيه أنت فاقد لهذه الأسس طلحة أرزلها والله العظيم وأنا مسؤول عن كلامي أنت ما تستحق يعني شو يعني قالي والله ما أحرف بدي بدي هسا ينقطع الصوت أحكي براحتي وبعدين أرجع أحكي لكم ما يصير هذا وإحنا تربية لا والله أنا ما أقدر أحكي هذا الحكي أنا أريد أحكي أقوى زين وعنا خايفات ما حد تقدر طبعا بالطجي عصاب شي ما حد تقدر تجاوبك سحبه فلوسات طلحة إذا ألومنا قل ليش ما تجاوب أنه خطيشي جاوب أنك عصاب شي أنت مو استاذ إرهابي أنت مو استاذ أنت شنو فرقك عن المجرم المجرم يقتل وأنت تقتل موهبة تقتل ناس داخليا عاطفيا نفسيا شون أكو أساتذة محترمين شون أكو أساتذة محترمين يشتغلون يدرسون وشلون أكو نموذج نفر ظال مثل هذا شون أنت تخرج وتربي أجيال شون هاي شون رح تروح للمتحان متهيئة نفسيا وستاذهم لا النوبل فو كل هذا مأهد خاص هي هاي معاهد أهلية يعني بفلوسي غصبا ما عليك تقعيشي أنت بالذات أنت بالتحديد غصبا ما عليك ولا هو توقف وهذا انغلق زين وزارة التربية يعني مشكورة بالتعاون مع وزارة الداخلية يعني أخذوا بهم إجراء بس لازم تكون أكو مراقبة هذا النفر الضال كون ما يأثر على سمعة هذول الأساتذة التربويين المحترمين اللي يدرسون بالطرق الحديثة وكل شي يعني أكو أساتذين باوحهم مرات يدرس الطريقة ممتعة طريقة حلوة ويحترم الناس الطلاب الزغار ويأهلهم نفسيا مو جايب لهم رهابي بلطجي أصاب شي فطلع هاي أردر أزلها هاي ما تفوت كيف ويحتيه شي كون انت يمي يا كبابا هذني أمانة أمانة برقبتك يعني هذن الطالبات من أهلهم دازين المعهد خاص حتى يدرسن أمانة هذني أمانة أمانة برقبتك وهاي الفلوس على كل درس مليون لو تسعمائة ألف لو تمنمائة ألف هذا جاي من شغل وتعب وجهد وانت تجي ما تقدر هذا الشي ما على سف دعنا نشوف التعليقات لأن الحشي هواية وهذا يراد ينقطع الصوت عني أحكي براحتي بعدين يا الله يقولكم ما يعني المفروض ما يصير والمفروض هي شي والمفروض هي شي أمير يقول لو كان التعليم الحكومي مجدي وفعال لما ذهب الطلاب والطالبات إلى هذه المعاهد التي أرهقت العوائل العراقية ماديا ومعنويا الخلل في وزارة التربية والدولية المسؤولة هذا بحثا آخر هذا بحثا آخر لا ممكن أقول لك لا أكو تعليم بالمدارس الحكومية محترم وأكو طلاب تنجح بدون ما تروح المعاهد أهلية درسنا وتخرجنا ونجحنا طب مدارس أهلية زين بنفس الوقت أكو طلاب ممكن استيعابة ممكن يصير بالمدارس الحكومية يراد لبعد دراسات تقوي بمعاهد خاصة زين زين أنا أسئلك سؤال صدق أنت بشرفك لو شدت تدرس وليت تحكي هم بهاي الطريقة بالله ما تقدر والله العظيم ما تقدر لأن ما طول يشوفون هذا الأستاذ هيتش يوم ويصورون أسوأ منه يشيلوك ويكتلوك بس إحنا لا نحرض على هذا ولا نحرض على هذا نريدك تتعلق ويا وزارة التربية هذا الأستاذ أنا ما أعرف شي اسمه بعدين أجيب اسمه وراح أظله راقبة إذا لقيته بعد بمأحد لو بمدرسة يدرس بالله العظيم إلا إلا أغضال باب الوزارة زين تحية لكل المدرسين الأفاضل المحترمين وإلى وزارة التربية قبل التعليم وإلى كل الطالبات والطلاب المجتهدين والله يوفقهم وينجحهم بس أنت النفر الضال إذا لقيتك بمأحد إلا أفضحك إذا لقيتك تدرس بعد بحكومة بمدرسة حكومية جيبوا وحطوا جيبوا وديوا والله صرت أستاذ هاي شنو هاي بدون رخصة بدون الأستاذ محمد الصميدعي يقول للمدرس يجب أن يكون قدوة لطلابه في أسلوبه في أخلاقه معهم مهنة التدريس مهنة عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة طلابنا الأعزاء لما يحبه ويرضاه هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة يقولكم فيما الله